وفي تصرح أن ليو تيفي قال القيادي وفي تيار الحكمة رحيم العبودي أن بيان مجلس الأمن يتضمن تهديدا مبطنا للقوى السياسية يدعوهم فيه إلى المضي بالأطر القانونية في حال الاعتراض على نتائج الانتخابات مضيفا أن هذا البيان ستكون له انعكاسات على الساحة السياسية من ضمنها التصعيد مجلس الأمن في الحوار الأخير يبدو أنه فيه رسالة تهديد مبطنة للقوى السياسية أنه يجب أن يمضي بالأطر القانونية والدستورية وأن هذه النتائج ينتاج يجب أن تقبلوا بها وبالتالي هذا الحوار ستكون له انعكاسات بالساحة السياسية الفرقاء السياسيين وخصوصا من من رفض هذه النتائج وعول على الطعون الطعون يجب أن تنظر بها المفوضية بشكل عالي الدقة وبشكل تأتي منه النتائج المرجوة التي هي تحضل حقوق لأصحابها بغير ذلك سوف يكون هناك تصعيد